ايوكوا عاملين ايه؟ بصوا ان اللي يعرفني كويس عارف ان انا عندي جملة كده اسمها مساء السعادة او صباح السعادة انا حب السعادة الدعنية والله العظيم بس الحب كمان يبقى حواليه مسببات السعادة هجيلكوا على جزء من مسببات السعادة من انجازات التحالف الوطني بس عايز ابدأ بحاجة كده النهاردة نزلت يعني كده بشتري شوية حاجات للبيت مش اكل ومش شرط حاجات للبيت خلط علشان البان يقبل املتك حاجات زي كده مهم الاسعار بقت غالية متفقين عليه واغلى من تصوراتنا كلنا متفقين عليه طيب وضع قائم ولابد ولازم نتعامل معاه برضو متفقين عليه الوضع ده يخلينا او بالاضاقة خلينا المصريين احنا كمجتمع احنا كشعب نمشي في اتجاهين كويسين او من وجهة نظري اول انجاز او اول اتجاه هو ازاي نقدر نحسن من سلوكنا في الانفاق والاستهلاك انا ما بتكلمش على الاكل والشرب دلوقتي خلص انا بتكلم بشكل عام حتى لا يفسر الكلام ولا يؤخذ ولا يؤول يؤول في غير مواضعه ماشي انا بتكلم بشكل عام احنا بقينا بنشتري بالطريقة السليمة بالمناسبة للشر زي ما كنا كده من الزمان نتكلم على الاوربين يا عام ده بنروح يشتري طفحية وكنا بنتريق ده احنا بنشتري طبعا كنا بنشتري بالكيلو ونرمي نصه بعد كده علشان بيبوز من الراكنة فبقينا بنشتري على القد وده جيد مش وحش خلص ننزل نجيب تاني زي ما يطلع بقى ده انا هنا لو بنتكلم على اكل وشور بقينا لما بنيجي ننزل اي شيء من المستلزمات المنزلية زي بتقال الادوات المنزلية الاجهزة المنزلية حاجات زي كده بقينا بنلف كتير ندور كتير عشان نجيب افضل سعر مع افضل جودة خد بالك وبنفصل ويطلع عينينا ونطلع عيني الناس وده عادي كده تمام مش بس كده ده كده اتجاه اللي هو ازاي السلوك الاستهلاكي والانفقي بتاعي بقى افضل هو بقى افضل بسبب الاوضاع بس بقى افضل اللي انا بقعد افكر فيه عندما تنجلي هذه الازمة وهتنجلي تاني عندما تنجلي هذه الازمة وهتنجلي هنرجع برضو زي الاول يعني الناس اللي كانت بتيجي تجهز بناتها تسع مراتب دلوقتي بسبب الاسعار بقى بيجيب اربع مراتب طبعا انا مش عارف ليه بجهز عروسة بتسع مراتب لحد اللحظة دي ما عنديش اجابة غير ان انا عايز ايه يعني اطمنظر قدام الجران والاهل والحبايب والاصدقاء في البلد في الشارع في الحي في الحرب في الزقاء زي ما يطلع احنا بنحب نتمنظر فبقنا بسبب الاوضاع بدل ما بيجيب تسع مراتب فبقنا بنجيب اللاربع مراتب الله اللي انا شايفه انك سيادتك تجيب مرتبتين يعني اكتر من كده ليه ده مثلا فانت كنت بتنفق في اللاشيء تسع مراتب في البيت 15 بطنية حاجات غريبة جدا فخلينا نبقى فاهمين انه عندما تنجلي هذه الازمة وهتنجلي خليك محافظ على السلوك الانفاقي الجديد بتاعك ما تجيبش اللي مالوش لازمة ادي واحد اتنين خش بقى على جودة وكفاءة المنتج اياً كام بسبب برضو الظروف بقينا بنتوجع اكتر للايه للمنتج المصري عاوز اجيب تلاجة لا طنش المستورد هات المصري حلو وجميل عايز اجيبه تجاز طنش المستورد هات المصري حلو وجميل كل ده بالنسبة لي رائع بالمناسبة انا اشجع دايما الصناعة الوطنية من منطلق اقتصادي ومنطلق وطني واي منطلق اظنه جيد او ايجابي لكن هنا تفضل نقطة بس يا جماعة الناس بتروح كده كده للمصري علشان سعره حنية اكتر اكثر حنية احن الطف اهدى عجيب لازم بقى المنتج نفسه صاحب المصنع ده خليك حريص على مستويات ومعدلات الجودة حريص انك انت ترفع معدل الجودة والكفاءة طول الوقت انجلت الازمة ما انجلتش الازمة طبعا هيها تنجلي في كل الاحوال باذن ربنا فعلا هتنجلي لكن حافظ على مستويات الكفاءة والجودة لانه اذا سيادتك ما حافظتش تبقى ساذج جدا المصريين هماش سوزك سيادتك ما حافظتش والازمة خلصت وبقت كل حاجة موجودة والمستورد رجع تاني في الاسواق ورطرت ومال الدنيا وساعتها المستوردين هينزلوا في الاسعار بتاعته عشان يخلص الحاجة الموجودة في المخازن ويعرف يجيب الجديد وخلص بقى مفيش حاجة بتقف في الجمالك مفيش مش عارف ايه كلام من ده الناس مش هتبص على حاجتك طالما كفاءتها وحشة فمصنعك هيقفل شغل مخك لو انت محافظتش على معدلات ومعايير الجودة والكفاءة العالية جدا يوم ما تنجلي الازمة مصنعك هيقفل وانا مش عايز مصنعك يقفل والدولة مش عايز مصنعك تقفل ليه؟ مش عايز المصنعك تقفل لان انا ده انا بشجعك وبشجعك اكتر على الانتاج وبديلك هوافظ على التصدير وبقولك بص اشتغل انا معاك وهديلك فلوس كشعة الطرابيزة وهعمللك الللي انتج شطرتك انك ما تبصش تحت رجليك جو بقى ايه؟ مكسب قريب ومش مكسب قريب وشغل الاوانطة ده؟ بلاش بلاش بتعمل تلاجة بتعمل سخان بتعمل بوتجز بتعمل خلطات مية بتعمل موسير بتعمل اسلاك بتعمل ما في عطيه حنور اللمباط اللي مش عارف ايه؟ انا عايزة بقى سعيد وانا بجيب المصري مش عايزة بقى مجبرة جيب المصري انا عايزة بقى سعيد وانا بجيب المصري عارف المواطن الياباني هو سعيد بيجيب المنتج الياباني عارف المواطن الامريكي هو سعيد بيجيب المنتج الامريكي عارف المواطن الالماني اللي سعيد ان العالم كله بيجيب المنتج الالماني انا عايزة بقى كده لو سمحت ففي منتجات مصري انا بقولك ايوة حلوة وجميلة ولطيفة وكل حاجة وعليها ضمان بالخمس سنين وبالسبع سنين وبالعشر سنين وهذه الضمانات مية مية وزي الفل وده معناها ان المنتج ده كويس فيش حد هيضمن منتج بالخمسة والستة والسبعة والعشرة وهو عارف انه وحشل الفلاخر خالص هيدبس فيه هيرجعله فده كويس قطر لي بقى من ده دي من ضمن الحاجات التي تشيع البهجة وتحسن النفس